وصلت وزارة الداخلية جهودها وحملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تموينية بمضبطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط أكثر من 46 طن سلع غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم أما في مجال البيع بأسعار الرسمية للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 67 طن